قيلة الكثير عن مونة بعلبكي رئيسة قسم الصيدلة في مستشفى رفيق الحريري الحكومي المتهمة بقضية أدوية السرطان الفاسدة وأنها استبدأت الأدوية بأدوية فاسدة بعلبكي ليست بالسعودية وليست متوارية عن الأنظار كما قيل بل أن كاميرا الجديد التقتها في منزلها لتقف على روايتها ويلي سجلوا بأمضة وزير السوري ما تسجل إن شارع بأمضة وزير كان وقت دكتور محمد جواد خليفي وهذا مكتوب بالتقرير أنه الدواء ما كان مسجل إجابة أمضة فأنا تحسبت على هذا الدواء يعني تحسبت أنه أنا بدلت دواء وأنا عندي ما يثبت برأتي أنه أنا أخذي أصلا موافقة من الكوميتي وبعلم رئيس المصلحة الطبية دكتور زهير طبارة موقع على المحضر ورئيس اللجنة دكتور مصطفى إي تاني التاني شي هل نسمحي لك أنه قطعت على هذا الدواء عنا قرار وكل الصيدليات والمستشفيات وهل أصلا حاليا صار فيه القانون بيسمح لك تبدلي طبس نعم تقول لهم هيدا الدواء موجود بوكيله بإمضة وزير شو معناتها؟ يعني معنى اللي بتحمل المسئولية بتحمل المسئولية الوكيل واللي سجلوا إنه ليش من درس ملفه الفني فنيا يعني في حدنا بدي يكون مسئول إنت عم تقول لأ أنا مخصنة في لجنة في مدير مستشرا في وزير في وكيل أتليست إذا أنا بدلته بتحاسب على حجم غلطة بس مش بتحمل كل المسئولية صح؟ أنا مشترت الدواء من واحد عالطريق طب إنت ليش بدلتين للدواء بالأسر؟ ما كان هيدا كيف في سببين سبب إنه اللي جايب وهو صيدلية اللي بتشتري بهايدا كل الوقت ما كان متوفر وتنين إنه نحنا الوكيل اللي بيعنا إياه اللي هو الفانكريستين ما عندو إياه ويمكن لما صار عندنا إياه المستشفى ما دفعت له فهو تأخر بالتسليم يونيفارم قال من سلمك زي هيدا الدواء مضر كيف تعطيه؟ لا الدواء سرطان مش مضر هو عندو أثار جانبية كيف تعطيه؟ لا بدك تعطيه لأنه حتى لو عندو صيد إفاكت بدو ينعطى لأنه هو بيحارب الكنسر سلم بس مين فوتوا على لبنان هاد الدواء؟ الدكتور وزير السابق دكتور محمد جوات خليفة ومكتوب بالتقرير ميشيل ديب ويلي خلى الوزير يوقع هي شركة يونيفارم بس ما نعمل له فحصت هيدا؟ هيدا هو لا ما نعمل لأنه إجا على توقيع وزير وليش ما نعمل؟ لأنه بدي سرع بي تفويته على الوكيل بدي سرع تفويته على البلد ودائما بتصير هيك؟ ممكن هلا أنا سأبت أن هذا الدواء صارت القصة معي وحملوني التهمة لحالي وطارت أنه قاتلي العالم من تسع سنين أو عشر سنين الحكا أنه باعته كنتوا تجيبوا كميات تاخدوا أنتو الأصل الدواء الأصلي وتبيعوه شو صحيحة ده الموضوع؟ هيدا هيك الأدوية الوزارة اللي بتزيد سواء تشريك ولا زواء تزيد عن المريض لأنه ميت أو انتقل غير مستشفى كان ينطلب مننا نفوتهم على المستشفى ويجعوا يعيدوا بيعهم للمرضى الجيش للتعاونية هيدا شي بحق؟ فيه قرار من دكتور واسي موزان موجود مين بيكون؟ المدير المستشفى في هيدا كل وقت طب ومين استفابنا من هيدا الأدوية الزيادات؟ المستشفى وهيدا شي خطر؟ إذا الوزارة قالت أنا بدهم يرجعوني وما رجعوني يعتبر أنت أخذت مال الوزارة عم بيطالبوك بالأعدام؟ عم بيطالبوني بالأعدام أنا بس حيقول يخافوا الله فيني يتقوا الله فيني أنا مقتلت بريئة من دم كل الأطفال مهني معتبين أن أنت مخفت الله؟ لا يلي حكي عليا ظلم وظلامني هو اللي مخاف الله يتقي الله ويلي قال مات لي حدا مات من سنة وستين أنا تسع سنة مش بلبنان لما أنا كون سببت بوفاة مريض يجوا يعملوا تحقيق مش أنا وأنت وهو بيبرقوني تجي لجنة طبية كبيرة بتعمل تحقيق صح ولا لا؟ بس تفتيش المركزي مرة تطلق مرة تطلق تفتيش المركزي طبيب؟ استشاره أطباب تفتيش المركزي؟ ولا كان أستاذ ميشيل ديب حاطت الملف وحاطت معتبرني أنا مدانة؟ قالت بعلبكي ما لديها وبجعبتها الكثير فهل يتحرك القضاء وبسرعة لكشف خفايا هذه القضية التي بلغت من العمر ثمانية أعوام؟ رشال كرم قناة الجديد